طرق اللعبة يا سوز محمود هل بتفرق؟ يعني 6 و 8 اللي سوز عصام بيقولها عليها و سوز جمال بتفرق؟ مش بتفرق بقادر ما يبقى عندك مدرب عنده فكرة عاوز يعملها في المعارض نا والفكرة بيتم تطبقها من خلال الشكل نا من طريقها طبعا لا يبقى فيه شغل فيه عمل فيه جهد بدلين اكيدت ايه بتقول هيعملها لما عمل الاهلي سنائية جيل بيرت وفلافي خدت كم سنة في كل الكرات هدف ولير جدا الكرات دي يعني مثلا بقولك من ده حاجات لما جي منتخب مصر لعب في الفينو ستة ولعبنا مع كود دفوار ما حدش كان العاديم في المعارض متوقع ان منتخب مصر قصب تلاتة واحد تلاتة واحد تلاتة واحد تلاتة واحد فمفاجأة لا دخليك الاول في دي في المواجهة هذه الاول في المواجهة التانية بقى في الفينال كان الوضع مختلف مباراة ايه فرصة وضاء وضيعت تلاتة واحد اول مباراة اول مباراة ده في الفين وثمانية كانت ترجمنا اربعة اثنين اربعة اثنين بس الجيل مختلف هنا طبع ما انا مش عاوز اقارن الجيل بتاع الكورة في مصر كان حاجة واللي احنا فيه دلوقتي حاجة تانية بس الحاجة التانية النهاردة انت تولس النهاردة اديتك دفعة وروح مختلفة جدا كل الحسابات كل التوقعات كل الكلام والمحاجهين بترشع نيجيري كلهم كنبولوا ايه نيجيري ليه بقى مش للتقليم لمنتخب تونس انتخب تونس لعب ناقص 9 على عيبة اساسية اصابات بكورونا حارس المرمى وعد من علي معلوم ومن تحت وابدأ وسمي زي ما انت عايز لغاية ما توصل لغاية قدام وحارس المرمى يعني ما انا بقولك هو من حارس المرمى وعد واطلق لغاية قدام تولس مبارح مع الاجتهاد والعمل ربنا برضو كافئهم في المباراة لان المباراة تعتبرها زي احداث الحياة كده ماشي فرح ما اديك طرد ريع خفف من عنك اديك انت خلاص قفلت عليهم رح لهم فرستين مجوش يعني عاوز اقولك ايه يوم المباراة انت بتعرفش حالة كل منتخب عامل ايه صحيح لانه كل حاجة وايه ولاية حسابات والتوفيق وعدم التوفيق انت من دفع تونس لمنتخب وليل زي منتخب جامبيا بكاش حد توقع النهاردة اخرج المفاجأة في البطولة غينية الاستوائية اللي عملت مع الجزائر وعملت كمان مباراة قوية جدا مع كودفوار رغم الخسارة يعني اوز اقولك ايه يعني الحسابات هنا بيكون فيها الروح الايجابية والثبات الانفعالي من عناصر المنتخب عندك الخبرات في وجود محمد صلاح في وجود اللعيبة اللي هم عملوا بطلاءة دوري ابتال افريقيا وعن مستوى الكون الافريقية والدوري المحلي اعتقد ان امتلك مش عاوز اروح لجسئية اه منتخب كودفوار احنا تخضينا لما شوفناهم بلعب مع منتخب الجزائر وثلاثة واحدة ما هو نفس المنتخب الجماعة كانت رجبة واحدة كده مراتين ثلاثة فهنا المباراة هيبقى انه كروش اتمنى مش محتاج لتأليف يعني انا اتمنى اشوف زيزو اساسي في المباراة دي ليه الفرقة دي اشرس حاجة فيها الطرفين بتاعها واجه يمين وشمال شوف اللعب بتاعهم عامل ايه التحركات نفسية في المنطقة الخطوة انت لازم تلعب بزيزو يعني لازم تلعب بزيزو يعني خلاص بدمع زيزو يعني مصطفى محمد يعني عندك فرصة يعني صلاح في اليمين يعني يعني عزو ركي بنفس بلاش تلدي حاجات غريبة جدا واتفاجئنا الوضع لم يعود يحتمل لانه بناء على المباراة دي الناس تفكيرها كمان بدأ يودك لناحية السنغال فاعتقد انه المباراة خمسين خمسين من وجهة نظر هتحسبها تفاصيل صغيرة المنتخب الهدى يستفيد من الفرص اللي هتجيله المنتخب اللي هيكون اقل اخطاءا المنتخب اللي هيكون لعبته ثبت حتى لو جاي في الجول المبكر زي تعرف ترجع في المباراة دي من الحاجات دي بتبين طينة اللعيبة وقوتهم السبات عندهم عامل ايه يعني ما يتهزش فيجي في الجول فيجي فيجي تاني لا ازاي تعرف ترجع اعتقد دي حاجات من دور الجهاز الفني دور العناصر الخبرة الموجودة ان شاء الله يعني منتخب مصر يلعب مباراة كبيرة وان شاء الله اتمنى يكون التوفيق حالفنا فيه ترجمة نانسي قنقر